أصدرت مجموعة دي لويت للعمال الرياضية دراسة جديدة تسلط الضوء على خصخصة الأندية الرياضية في المملكة الدراسة أشارت إلى أن استراتيجية المملكة تهدف إلى تحقيق استقلالية الأندية ماليا وزيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي من 2.4 مليار ريال والتي حققت في عام 2016 إلى 18 مليار ريال وذلك بحلول عام 2030 وتوقعت الدراسة نمو السوق الرياضي بالمملكة بنسبة 8.7% بحلول عام 2026 مدفوعا بتركيبة سكانية شابة حيث تشكل 63% من السعوديين تحت سن الثلاثين كذلك توقعت أن تستقلب الخصخصة المستثمرين الدوليين وتعزز النمو الاقتصادي وتساعد في كفاءة نشر الثقافة الرياضية نعم عبد الله نتحدث عن هذا الموضوع تنضم إلينا من دبي إزيري رئيسة مجموعة ديلويت للأعمال الرياضية في الشرق الأوسط مرحبا بك معنا دعني في البداية أسألك عن التأثير الذي سينعكس على الاقتصاد في حال خصخصة الأندية السعودية الهدف الأساسي لبرنامج خصخصة النوادي الرياضية السعودية هو اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى النوادي الرياضية والهدف النهائي هو إطفاء الطابع الاحترافي والتجاري على هذه الأندية في نهاية المطاف ونحن أمام بداية هذه الرحلة والمسيرة حاليا والمشاهدون ربما رأوا في آخر عام أو أكثر تقريبا أن مجموعة من النوادي قد خصخصت مثل أول أربعة أندية في دور كورية القدم امتلكها صندوق الاستثمارات العامة واستحوذ عليها وبالتالي نحن نرى تحسنا في هذه النوادي بسبب عملية الاستحواذ هذه فمثلا كانت هناك حالة من التزايد في الرعاية والمتابع لوسائل التواصل الاجتماعي بسبب الخصخصة وتزايد في الحضور والجماهيرية ومع تزايد أنشطة الخصخصة سنرى استثمارات خاصة تتجه إلى الأندية الرياضية بمقدار أكبر فضلا طبعا عن تحسين القدرات والمهارات في هذا القطاع بسبب انخراط القطاع الخاص الذي سيجلب الخبراء المتعلقة بإدارة الأعمال والشركات في هذه النوادي لإطفاء الطابع الاحترافي والتجاري على هذه الأندية الرياضية مرحبا بك سيدة إيزي من المتوقع أن يصل إسهام الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام الرؤية 18 مليار ريال هل ترين الوصول إلى هذا الرقم سيكون سهل؟ وأي الرياضات التي ستساهم في الوصول إلى هذا الرقم؟ لا أعتقد أن الرحلة أو المسيرة ستكون سهلة بالضرورة ولكن بالتأكيد يمكن تحقيق هذا الهدف من حيث المبدأ أما بالنسبة لكيفية الوصول إلى الوجهة النهائية أو الهدف أول شيء يجب أخذه بالحسبان هو ما هو العنصر الرياضي الذي سيسم في زيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي هناك عدة عناصر بطبيعة الحال هناك الرياضات الاحترافية والمثال الواضح على ذلك هو كرة القدم فنحن رأينا تغيرات كبيرة تطرأ على الدور العام لكرة القدم في السعودية الدور الممتاز وتحديدا الاستحواذ على أسماء كبيرة وعلى لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو وكريم بن زيما مثلا وهذا يؤثر تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد على المستوى المحلي فهذا يدعم مستوى حضور الجماهير ومبيعات التذاكر ومبيعات السلع والبضائع المرتبطة بالرياضة وهذا أيضا يخلق قاعدة جماهيرية من المشاجعين الدوليين للسعودية وهذا يؤدي إلى تزايد الصفقات الإعلامية وتزايد أعداد المشاجعين الدوليين الذين ينفقون أموالهم في الاقتصاد السعودي من خلال ربما حضور هذه المباريات أو شراء البضائع والسلع الرياضية من هذه النوادي وهناك عنصر آخر يشمل إقامة المناسبات والبنية التحتية والمعدات وهناك الكثير من العناصر في قطاع الرياضة التي ستسهم في تعزيز المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي أحد هذه الأمثلة ويمكن المراجعة بالتفصيل لجميع العناصر ولكن المشاجعون يساهمون في دعم ذلك والفعاليات تدعم والجميع يعلم أن مباريات التنس حصلت في الرياض في عطلة هذه الأسبوع المقاضي أو قبل أيام وبالنسبة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي كنا أمام عدد من الأشخاص الذين طاروا إلى المملكة لحضور هذا الحدث الرياضي الخاص بكرة المضرب أو التنس نعم سيدة إيزي تحدثتي في البداية عن موضوع الخصخص وهذا الملف هو ملف ربما طال وكثر الحديث عنه لكن تسارعت الخطوات في هذا المجال مؤخرا أود أن أسألك متى تتوقعين أن ربما يتوقف الإنفاق أو الدعم الحكومية أو شبه الحكومي من خلال صندوق الاستثمارات العامة ومتى ربما يتحقق مفهوم الخصخصة بشكله الكامل للأندية السعودية هذا سؤال لافت بالنسبة لموضوع الخصخصة نعلم أن وزارة الرياضة تعمل على خصخصة جميع النوادي الرياضية وهذه العملية أعلن عنها قبل عام تقريبا من الآن وهذه العملية بدأت وانطلقت ولكن يمكن أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن تخسخص هذه النوادي ولكن ما سنرى من خلال النمو في القطاع الرياضي في أسعودية سنرى تزايدا في حجم الاستثمارات من القطاع الخاص في هذا المجال إضافة إلى الاستثمارات الحكومية وهناك أمر مهم يجب أن نذكره وهو أن القطاع الرياضي هو مزيج من القطاع الخاص والقطاع العام وخاصة من حيث المشاركة وإذا نظرنا إلى الدول الأخرى بما في ذلك إنجلترا أو أستراليا على سبيل المثال من الشائع جدا أن نرى الحكومة تسهم في دعم المشاركة والجماهير إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص إذن بالمحصلة وباختصار أتوقع تزايدا في نشاط القطاع الخاص في القطاع الرياضي أو المجال الرياضي والدعم الحكومي والدعم من القطاع الخاص سيسيران يدا بيد وعلى التوازي بطبيعة الحال نعم كل الشكر لك إزي ري رئيسة مجموعة ديولويت للأعمال الرياضية في الشرق الأوسط كنت معنا من دبي